التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي قدمت تهنئة لشقيقه الشيخ محمد بن زايد على التعينات القيادية الجديدة التي أجرها في دولة الإمارات معربا عن خالص التمنيات بأن تعزز هذه الخطوة مسيرة دولة الإمارات نحو المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لشعبها الشقيق في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات ومن جانبه أعرب بن زايد عن تقديره للفتة الأخوية الكريمة من الرئيس السيسي معربا عن خالص تمنيات الإمارات قيادة وشعبا بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الموارد المائية والرئي أهيني سويلم لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وتناول اللقاء استعراض جهود الوزارة خلال الفترة الحالية حيث تمت الإشارة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار متابعة موقف مشروعات أعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتي تهدف إلى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر وموقف أعمال تأهيل الترع بالإضافة إلى نقطة أخرى تتعلق بتدبير أراض من منافع الرأي بمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنفيذ مشروعات خدمية عليها أعلن المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان أنه في إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على مشاركة كل أطياف المجتمع ورموزها وقياداتها بمختلف المجالات في الحوار تم عقد لقاءات تشاورية بين المنصق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية مع مجموعات من الرموز والقيادات وأكد رشوان أن مجلس الأمناء تلقى عدة قوائم للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر وأكد الحضور ضرورة بدء الحوار في الموعد المقترحة كما أثنوا على جهود لجنة العفو الرئاسية مؤكدين ضرورة استمرارها بكل طاقتها للإسراء بتحقيق مهمتها كما شدد الحضور على ضرورة التوسع في دعوة كل الأطراف والخبرات للمشاركة في الحوار ودعم مشاركة الشباب والمفرق عنهم وممثلي مختلف الفئات الاجتماعية والمدارس الفكرية والسياسية حثى البيت الأبيض روسيا على التحلي بالمهنية عندما تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي الشهر المقبل وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بير إن واشنطن تتوقع أن تواصل روسيا استخدام مقاعدها في المجلس لنشر معلومات مضللة وتبرير أفعالها في أوكرانيا وأضفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن مشيرة إلى عدم وجود مصار قانوني دولي ممكن لتغيير ذلك الواقع قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنه لن يتم إدراج قرار موسكو بشأن نشر أسلحة نموية تيكتيكية في بيلاروسيا في الاجتماع المقبل لحلف شمال الأطلنطي النيتو وأضف النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكية في مكتب الشؤون الأوروبية الأسيوية دريك هوجن أن المشاركين في الاجتماع المقبل في بروكسيل سيتطرقون في الوقت نفسه إلى قضية تواطئ مينسك في العملية العسكرية الخاصة أعلن عمدة مدينة خارجية في الأوكرانية إجيور تيرخيوف عن استهداف المدينة بستة صواريخ وأشر إلى أنه يجري حاليا تحديد المعلومات حول حجم الدمر لفتا إلى أنه تم تفعيل انذار الغارة الجوية في المنطقة في وقت سابق تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في شمال أوكرانيا يتوجه وزير الخارجية اليابانية يوسي ماسا هياشي إلى بكين غدا السبت في أول زيارة يجريها وزير خارجية ياباني للصين منذ ديسمبر 2019 وذكرت الخارجية اليابانية في بيان أنه ياشي سيلتقي نظره الصينية خلال الزيارة التي تستغرق يومين مشاهدين انتهى موجز التاسع وعودة لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر